توقف تام لعمليات بيع وشراء الدولار في معظم صيرفات بغداد السبب الرئيسي هو عدم وجود بورصة تحكم أسعار الصرف تذبذب العملة وعدم استقرارها سبب آخر يمنع الصرافين من التعامل المباشر بالدولار فيما يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة عدم الاستقرار ما لم تتدخل الدولة تذبذب رح يبقى عدم الاستقرار يتخوف أبو الصيرفة من أن يبيع وهو المشتري بسعر غير السعر الموجود أو أن يشتري ويخاف لا يصير انخفاض كبير فتدخل الدولة ومساعدة المواطنين والمكاتب والمصارف يجب أن تقدم على شراء الدولار حتى يخلق حركة ونشاط مجددا لإيجاد استيقاء بالوضع المالي الإجراءات الحكومية بتسهيل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي للمسافرين وصغار التجار وفتح منافذ جديدة لبيع العملة الصعبة ساعدت كثيرا في ضبط إيقاع السوق لكنها لا تكفي ما لم يتم حصر بيعها من خلال منصة خاصة بحسب متخصصين إجراءات الدولة التي لا يشيئ بها لازم تخبض الدولار لكن يراد لمرحلة يراد لوقت يراد لتطبيع الآن دول الناس الذين يبيعون كانوا يبيعونه بكيفهم يعني يبيع الدولار يصعد ينزل الآن يجب أن يصير عنده منصة يبيع بيها ليس بكيفه يبيعه يبيع دولار ومع استمرار الأزمة تستمر معاناة المواطن البسيطة فهو خسر بسببها مرتين مرة بانخفاض قيمة مدخوله بالدينار وأخرى بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى أكثر من 25% من قيمتها على أمل الإسراع بإيجاد حلول تجنح بالسوق نحو الاستقرار حيدر البدري يو تي في بغداد